حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عمر بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره ان عكريمة بن سلمة بن ربيعة اخبره ان اخويني من بني المغيرة لقيام جمع بن يزيد الانصارية فقال اني اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره فقال الحلف اي اخي قد علمت انك مقضي لك وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري ففعل الاخر فغرز في الاسطوان خشبة قال ابن جريج قال عمر وانا نظرت الى ذلك حسنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عمر بن دينار عن هشام بن يحيى اخبره ان عكريمة بن سلمة بن ربيعة اخبره ان اخويني من بني المغيرة اعتقى احدهما ان لا يغرز خشبا في جداره فلقيام جمع ابن يزيد الانصارية ورجالا كثيرا فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبا في جداره فقال الحالف اي اخي قد علمت انا كمقضي لا كعلي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري ففعل الاخر فغرز في الاسطوان خشبة فقال لي عمر فانا نظرت الى ذلك حدثنا هارون قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يزيد ابن عياض عن يزيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جارية عن مجمع ابن يزيد ابن جارية انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليني